رغط للأسف في المسابقة بمساحة وقت أكبر في أربعين يوم ده احنا بنتكلم في مرحلة إعداد ما بين موسم وموسم كيف يتعامل الجهاز الفني مع هذه المرحلة؟ أنا شايف أن الجهاز الفني اليومين دول بيشتغل على التاكتكل يعني بيلعب كنت شايفة كنت بتتكلم تقول أن التمرينات فيها شكل من العرضيات شكل من التصويبات شكل من الوقوف على الحالة الدفاعية والحالة الهجومية في نفس الشعر توازن نص الملعب أفكار كتيرة بتبقى موجودة في رص الجهاز الفني كله إدارياً كمان إدارياً بيبقى عندك أشياء كتيرة عايز تأخذ فيها قرار وإنت مش ملاحق دنيا ضغط عليك مش قادر تتحرك فيها عندك أربعين يوم تقدر تمشي الأمور ترجع اللي بعد عن الملعب المصابين بيخشوا كل ده في حالة لميلا هي بتبقى بالنسبة الفايلر بالذات يعني هو الجهاز الفني بتاعه حالة بقى من الوضع الأكبر أو المساحة الأكبر هو يشوف كل ما يحلم به في هذا الفريق يعني أقدر بقى عمل مطشاط حبية ده ودية أقدر أنفذ خطط معينة أقدر أشوف لعيبة معينة تحت ضغط معين اللعبة الكبيرة في السنة كمان اللي عندها خبرات تقدر أنت عارف أحيانا في المباريات الدنيا بتأزم في المباراة كده بتتأخر في الفوز لقى بتبقى الخبرة بتنزل هنا إزاي يستغل العشرين ديئة اللي بلعبه ما يغير لك مجرى الدنيا دي كله وبنشوفها كتير أوه في المباراة كانت السنة الفاتت يعني فعامل الخبرة اللي بتبقى موجودة هو بيحدد مين هو أحق بالمستوى الأول بالنسبة له الأساسي ومن هو المستوى الأول التاني بالنسبة له اللي هيقولك يعني هو اللي هيغير الحتة اللي احنا بنكلم فيها لو انت بتعده واحد واحد أو صفر صفر أو عايز تعد النتيجة أو عايز تكسب بدلا ما نروح لغاية ديئة تسعين ونبقى عاديين بنقول آله هو بطل آخر أربع خمس دقيقة لا يبقى عنده مساحة كبيرة جدا من الوقت انه يتعرف على جميع اللاعبين بيزروفهم بإصاباتهم بوضعية أداءهم شكله زي وبعدين ما فيش فرقة بتبقى ماشية في الليفل واحد لا أكيد بيحصل حاجة دايما انت شفت مثلا ليفر بولت عادل مع منشستر يونيتد اللي هو متأخذ في الجدول إنهما الأبطال دايما ما بناخدهمش بالعدد النقاط اللي عنده مش مقياس مش مقياس جدا أبدا منشستر سيتي بيتغلب من وولفور يعني مش مقياس إنه دي مستوى منشستر سيتي إنما هو في وضعية دلوقتي بس لما بتتأخر في اللاعبين الأساسيين عندك اللي هم بيترجموا لك الشكل الهجومي زي مع عمد صلاح مع ليفر بول بقى واضح دا عمد تأثيره ظهر في ورات المانيو نايتر إحنا قلنا الأهلي مفوش دلوقتي كله زي بعض كويس ليفر بول كله زي بعض إنه بسعات بيحصل في وقت معين من ورات معينة التسايد في المباراة وليه تعمل لك الأسباقية في التهديف فده كان واضح في الرياب نجم زي مع عمد صراح مثلا في ليفر بول عندنا كل الكلام ده حاجات دي كلها لصغر سن فيلر وحبه في التدريب وحبه في الكورة وحبه في الفرقة اللي جي خاد على أغطيكو إنه هو محترم أوي بطل أفريقيا ومبسوط إنه هو موجود معه عنده لأربعين يوم دول محمد حنشوف حاجة تانية يعني أعتقد إنه هم حلوين أو بالنسبة له يعني بالنسبة للفريق الحكاية بقى إنه هو إزاي يبقى ما زال في الأربعين يوم ده وحدة وحدة ما يقعش منه الرتم يعني ما يقعش منه اللعيبة ما عرفش يجي أولك أنا فكتهم أصعب حاجة أنك تكفك فرقة واندي جيت لمها تاني تبقى عملية صعبة جدا لكنك بتعمل فترة أعداد جديدة وهذا كان سؤالي هي مرحلة زي دي هي إيجابية ولا سلبية وتبقى إيجابية إنت ولا قدرة تبقى سلبية إنت لا لازم تبقى إيجابية لازم عضلاتك والاستشفى والإيجابية الاستشفى الإيجابية وقوف كل لعب على اللي بيحلم به أنا نهاردة لعيب في النادي الأهلي موفر للعيبة كلها كل شيء حلو أنا عايزينك سليم أنا عايزك بالكرة اللي عندك بالخبرة اللي عندك فكل واحد لما يجيله راحة زي دي يحلم بقى بالتنافس يحلم بأنه يدي بقى يحلم وفرقته بهذا الشكل يحلم بحاجات اللي وفرها له نهد الأهلي كله نهد الأهلي موفر له مفيش حاجة الحمد لله اللي هو أكبر إدارياً فنياً وبنية تحتية وبنية تحتية شغالة ده تدال فول الله هو أكبر غالب في غرفة ملابس فيها كل الإمكانيات دلوقتي مساواة وعدل في التعامل في كل شيء وصلاحيات صلاحيات في كل شيء موجود في بقرة النجومية في هدف تجيبه في هدف ترجع به في ترجع لمستوك 30-40% زيادة يعني وعشان كده احنا بنتكلم ان دي حاجة إيجابية إيجابية كمان ومصارحة مع نفسي آه أنا كنت مضغوط مش هرجع جوا الفرقة مش عارف الدنيا مضغوطة معنا الراجل معا حق انه مش عارف يبصي لي دلوقتي مش عارف فهتلاقي أسماء معينة موجودة محتاجة أحمد الشيخ محتاج حاجة كده هتلاقي أحمد الشيخ دي هكيد بعد الاربعين يوم تقول المفروضة أشوفه طلقة جوا الملعب ملقوش راحت منه يعني آه لعيب زي ديانج ده كويس عندك انت وفايلر وديانج وجهاز الفني وجهاز الإداري وكل حاجة لغة تعارف بقى تانية بعد ما احنا شفناه في الأداء الرسمي انت ممكن تشوف لعيب أداء ودي ماشي ماشي الحال إنما الأداء الرسمي ده مختلف تماما حتى لو أنت لعب كبير أول تحت الضغط أي مباراة رسمية ديني بتكون متحولة تانية طيب الفترة داي كالتين شريف هو ماشي لما معاك تيل كامل يعني الفرقة كلها مش هتتبقى موجودة معاك التيم ساعتها هيتاخد منه لعيبة في المنتخب الأولمبي ما بين حوالي أربع إلى خمس لعبين منتخب الأول ممكن يضم بحوالي ستة سبع لعبين فممكن ما يكونش مع فيلر في الفترة اللي جاية فبنتكلم ما يقرب من حوالي 12-13 العيب بنتكلم في نص التيم نص الفرقة اللي إحنا لسا مكلمين فيه حالا اللي هو العيبة دي هتجيب نفسها العيبة دي هتتمتع مع فيلر على دماغه المجموعة التانية اللي باقي نص التيم الباقي دول مستفردين بفايلر باقي وهو مستفرد بيهم عشان يوصلولو ويوصلوهم يعني فهم فهتبقى علاقة أقوى علاقة حب أقوى علاقة تعارف أقوى فهو كمان هشوف براحته يعني بدلا النهاردة ما هو عامل برنامج السبت الحد الاثنين فيه لا هيبقى السبت والحد والاثنين والثلاث والأربع يجي الخميس يعمل لهم موراوت دي موراوت دي يستشف كل الأداءات وكل التاكتكس اللي حصلت في الملعب بعدين خلاص بقى هيبقى فيلر وبقية اللعيبة خلاص يعني أنا مدرب لو رحت في فريق جديد وقام بقى المحفظ أسماء اللعيبة كلها حيبقى في مواقف لازم أشوفه في مطش أشوفه في موقف أتعرف عليه من مبارات قبل كده بأخذ وقت بقى لك عشان أحفظ اسمه أو أعرف ده مين أو ها أو أركز معاه أو أو لو عنده فرصة دلقتي كتير أو اللعيبة عندها فرصة مع المدير الفني وعقلية المدير الفني ومتطلبات المدير الفني في المرحلة اللي جاية وتكملة خلاص هو حطي لهم البنية التحتية زي ما انت قلت أنا هو عارف إن النادي الأهلي لا يخسر النادي الأهلي بيلعب على ثلاث نقاط دائما في أي بطولة في أي مباراة حتى المباراة دي حتى المباراة رسمية حتى ضد أي حد عشان كده انت جبت ساعتاشر هدف في فرق في دورين يعني في أفريقيا فما في المأخذ ما أخذ جد كل عايز يشارك كل عايز يبقى لوجود فهو ده الأساس التحتي بتاعنا إن إحنا بنشتغل عليه والمبدأ بتاعنا فتسألني النادي الأهلي ليه كده لأن النادي الأهلي عنده البيض بتاعه عنده اللي بيشتغل الوضعون هن من زمان جميع الخبراء وجميع اللعيبة وجميع اللي حبوا الفنان الحمراء ودهم يعني مش هتلاقي حد من قام التيتش وكابتن صالح وجميع اللي مرتاجي مش هعرف عدهم لك عبدالصالح الوعش جميع الفنيين كابتن عزة أبو الروس الإداريين كابتن فؤاد شعبان العمليقة بقى اللي جابوهم لو حنرسوهم بتوع التدريب اللهم يعني أرسوا كمان القواعد اللي احنا شغلين عليها زي يعني هم كمان مشيين معانا في نفس هديو كوتي بقى وكالوكشاي وكابتن جوهري وشيخطة أسماعيل كابتن الكبير خطبالك لنا ده ما نحب نقوله وشيخطها شيخطها ربنا دي للصح ربنا دي للصح ربنا دي للصح يا رب ويفضل دايما منور مكان وكده فمع ناس كتير قوي تيوب جاء علينا لعيبة قد إيه وجاء علينا مدربين قد إيه وكلنا لغة واحدة عمرك ما هتقعد مع واحد أهلاوي أهلاوي وتلاقيه متغير هو عنده مبدأ واحد إلا إذا بقى لو انت كبرت في السن وبقى عندك فوق 60 سنة وخمسة وستين سنة وستة وستين ربنا ديك العمر وانت تتصرف قائد الشرفات انت مسؤول عنها بس دي المرحلة لغتا ما وصلت لغاية دي انت كنت زينة يعني انت بقى بتتصرف حاجة تانية دي بعد كده دي حريتك انت الشخصية يعني انك انت بتشوف لك شكل معين إنما هتفضل برضو انت ابن نادي الأهلي هتفضل انت نفس الشكل وعارف الصحي فين وطريق الصحي فين يعني مش هتبعد أوي يعني فهو ده نادي الأهلي حتى لو انا عايز بقى في المنظومة بأي شكل يعني ليه باب لينا باب يعني ما نعرفش نخش منه ووقت ما بن زي اللعيب كده ما يقولك انا عايز اللعيب ده يبقى واقف اول ما مداري بيندهله يزل يزبط على طول ويخشه يبقى في الفورمة هو نفس الكخص كلها بالنسبة لامكانيات الإدارة وبالنسبة نادي الأهلي هو ده نادي الأهلي أي حد بيجي وقته في مكانه بيتندع عليها على طول يعني وهو بيروح بحب ولا عمر واحد راح قال أنا رايح اشتغل عشان مقابل مادي ولا احنا أيام ما لعبنا زمان كنا بنلعب عشان مقابل مادي ولا كنا بناء ولا عمر الحكاية جات كده فأول ما تلاقي حتى الحاجات الزغارة ده بتحصل مش النادي الأهلي ده مش مش احنا مش مدرسة الأهلي مش النادي الأهلي طبع لما تلاقي الأحسن أحسن من كانوا في النادي الأهلي هم أصحاب الأخلاق دي أصحاب المبادئ نحن نتكلم فعلا النادي الأهلي نادي مبادئ رغم أني حد يقدر أتريك شاهد ومواقف كثير وقرارات كثيرة مش أنا اللي بقول بس المواقف زي ما أنت بتقول والشواهد وكل حاجة موجودة طيب فكرة كابتنجيب برضو أرجع لجزئية الدور العام نحنا هنقعد مرضو نتكلم على الدور والمرحلة الجاية وفي نفس الوقت برضو نشوف رية الكورة الفترة الجاية الظروف اللي حصلت إزاي هدينا نجهزها بالنسبة للمرحلة اللي جاية لكن بالنسبة للدور العام هل تكافؤ الفرص بقى هيبقى موجود تدائم من عودة المسابقة بعد بطولة إفريكا تحنطها وعشرين سنة هيا حولك حاجة دور العام بالنسبة للسنة دي نفيزة ببص بيها على البطولة الأكبر اللي أنا عايز أخذ عليه أفريكا أنا بتمرم في الدور العام بتيجي تتكلم على مستوانة السنة دي يؤهلك أنك أنت وانت بتلعب الدور العام ده شيء أنت صاحبه يعني مش انت بتلعب المبرهب ومراهي محمد تمام يعني بتلعب الدور العام بصفة الكؤوس بتاخد كل مبرهبك أنها سلاسة نفطة مباركس كوس لما تيجي تعادل مع ناس زمالك ده أه تيجي تعامل تتعادل مع قوة زي فريق بيرامد ده طبيعي جدا فرقتين فيهم إمكانيات إمكانيات بقية الفرق كلها بأعتقد أنت يبقى في تقصير لو أنت حصل منك أي حاجة في أي مبراء بس لا بيحصل في عرف الكرة كابتن شريف طبعا يعني الريا بكل نهاردة تبقى فوقه بكل نهاردة يريا لسه خسران من ميوكا 2-0 بهذا التشكي بهذا الفكر والشكل اللي بيشتغل بيبوائلر ده صعب إنه هكيون عندك مشكلة بإذن الله بس نحن أقصى بس للجمهوري بتدويرة يعني إنك إنت دائما تقف وقف على رجلك بيكون عندك في كذا موقع في كذا مركز كذا لاعب يجيد وليه ستايل لوحده وليه شكل لوحده ده بي بيدايق الفرق التانية بيش عارف يعني النهاردة بتنزله بالنحي اليمين ملاح الشمال كويس رمضان مثلا نوع حسين الشاحات لما تلاقي أي تغييرة حصلت أو نقلت الاتنين مكان بعد والاتنين ببقوا ده أقوى هنا وده أقوى يعني مش عقول بقى مسميات دخل عليهم كمان لعيبة تانية جاءت أنا في نفس المكان ده وخلاص فقى فأنت الحال مع الفرق التانية اعترفت اعترفت إن كل الناس اعترفت شكل إن مؤمنين قابلت النادي الأهلي مؤمنين صعبة جدا مش مش سهلة الطمع اللي كان بيحصل في النادي الأهلي رغم الإصابات السبعتاشر لعيبة وطمعتاشر لعيبة السنة الفاتن خلاص ما بقاش فيه في الطمع ده الناس رجعت رجعت تانية تلعبك بقى أربعة أربعة أتنين أربعة أربعة أواحد عايزين يمسيكوا نقص الملعب عشان يقفلوا عليك المساحات فأنا بالنسبالي هي الحالة الأكبر والشكل اللي انت عامل فيه كده النسر يضرب لفوق على بطولة أفريقيا بطولة أفريقيا على بطولة العالم للأندية هو ده وضع الطبيعي لك بتاع كل سنة على معتكر طي والطلب الجماهيري ده الطلب الأساسي بطولة الأفريقية وكلنا حاسين بيه من داخلنا والشغلة نفسه اللي بيتم الفترات الأخيرة كلها الهدف ده أه كلنا بنتكلم عن نفسنا كلنا بنتكلم عن ناد الأهلي اللي بتكلم على الكورة في الأهلي انت بتشتغل عشان تشتغل عشان تبقى هو ده ناد الأهلي انت بتشتغل في ناديك مكشي دعب حاجة ثانية انت مش كل يوم بنتطلع نعمل حكايات عننا لا لا احنا مشتغل في عدة دي عشان ربناها وفقنا وده الطريق السليم والطريق الأوضح بالنسبة للتنافس الشريف اللي احنا بتكلم عنه هي فيتر الكاية بس يعني أتمنى ربنا يعني الفترة الجاية يكون فيه ستادات كويس عشان لما نرجع للمساب أو نرجع للقورة يبقى فيه جهزية بشكل كبير لان انت بعد هذا التوقف هترجع عندك دوري 25 نوفمبر بعد كده عندك أفريقيا 30 نوفمبر 29 أو 30 29 30 بعد كده عندك دوري يمكن يكون يوم 3 لان عندك يوم 7 أو 8 أفريقيا تاني بعد كده عندك في أفريقيا يوم 27 و 12 وعندك مباراة دوري نبنتكلم في مرحلة بحنا داخلين في مرحلة كل 72 ساعة أو كل 4 أيام مباراة تحدي نفسك فيها تحدي 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 اه كان راجع كمان على أفريقيا مع فرقة مستهلة انه ما انا لما عرفت قصة انهنا الملعب مش جاهز في تسوسة وده ملعب كلما لو تكسب بناك صعب جدا صعب جدا انا عارف الملعب وبنعب صغير ودايع كده تحس احنا ملعب في نادي مش بنلعب في استاد مثلا بتحس انك انت في حاجة برايزت كده حاجة خصوصية رادس حاجة تانية ملعب كبير واسع عرضية الملعب نفسها بتسمح للعب اللي عندها كرة كويسة يعرفوا يلعبوا فتليك دايما متفوق انت في رادس ما بحصلكش مشاكل قليلة جدا في الملعب ده لأهلي كل ما تحطه في ملعب حلو ومفتوح ويتلعب عليه كرة يلعب ويديه كل إمكانياته فيش حاجة عطاوقه يتحاسب جامد بقى ساعته يعني حاسب ناجلها للمبرازة دي نقول لإمكانيات بالنسبة له مهيئة انه يقدم مباراك كويسة فهو ده الاهتمام اللي انت بتكلم عنه لكي انت راجع بقى في 25 مطرش و30 أو 29 ان يرجع كده هو عشان كده التدوير اللي بيعملوا فييلر ده بيعد العدة للشكل ده مصبوط لما يقعش منك حد ولو وقع منك حد يبقى موجود البلاي ميكر اتنين الأطراف اتنين الفراودة التدويرة من جوا انت بتش عارف النادل اين انه ده مين يلعب راس حربة أو شكل نجوم صلاح محسن ولا ما يرجع مروان ولا حيبقى عجيب ولا تحركات رمضان الخطيرة اللي هو شوف لو تشوف الحاجات انت بيجابها الرمضان تليمي بقىش عطار في خالص ده راجل بيستلم الكرة يخش من جوا وطلع من برة بقى بيمشي الجيم حسب الشكل بدني العظيم اللي هو وصل وسرعة في اتخاذ القرار والفنش اللمسة الاخرانية اللمسة الاخيرة اللي كانت بت ده ما نتكلم عنها رقص واحد اثنين ثلاثة هو يعمل كده بعدها بيبص كمان عنده الرؤية بدلا ما يروح لعبها فجون بعد ما رقص يجون لا وقف وما لحتين الشحات في استقرار نفسي فيه هو كمان بتفرج على نفسه وتفرج على الغير هو بيعمل بلاس لنفسه وكل اللعيبة وده حسين الشحات للدنيا كانت بتهجمه على أول ما جاء النهاردة بقى بيرقص واحد من فوق دماغه وشوف طوله قد ايه وياخده كرة ويوقفه بنيه العب عشو تتشضه ويجيله عنده الحافز يروح يكمل جيب جول ياخد كرة من الرجل وحاعده ياخد كرة من الرجل كابتال شريف حسين الشحات تحرر من الضغوط بلغة الكرة بقى يعني العب الكوز ورفوز مش مهم انت اللي بجيب الفور والثقة الفرقة لما بتكسب بتدي جميع العامل للثقة كله بيركب عايزة تشوف لحظة لما العب بيجيب جول يروح عامل للأسست بيده كده ويروح للجميل كده والبقية اللعيبة بص هي دي اللحظة النجاح وكله بينط يبارك لنفسه ويبارك له ومن بره الخطوط تاني يعني تاني يعني فهم قصدي ما انتهدش القصة لسه عندنا رحلة التسعين دي اديت بنحقق فيها اللي احنا عايزينه فتلاقي ده من جد عفوز تلاقي الحمد لله تلت نقاط مهمين شكل بيوصلونا الهدف معين واللي بعده يعني زي البطولة واللي بعده كده هو ده الشكل الناس مشي عليه اليوم من دول فما تقلقش يعني الحمد لله ده بشقان تجمع النادي الاهل بخير وجمهيري النادي الاهل في ظهر النادي النادي في الدنيا تبقى كويس والحقيقة يعني اللي عين علينا جب ده قدرك انت دايما بتبقى رقم واحد ودايما للناجح الناس كلها بتبصلوا بنظرة مختلفة لكن انت بقى كمؤسسة رياضية بتبقى حريص دايما ان انت تتفكر ازاي تنجح وازاي تسعى جمهورك وازاي تسعى بلدك طالما شغال بالقطار ده هرده الفوق وتفضل رقم واحد وتوصل الى هدف اللي انت عايز طيب ما تتعالش يعني لما يبقى حد عايز يوصل لك ويفضل يعمل فيك كده ربما زي الطالب اللي بيذاكر ما هو افرح يعني انا بنفرح لما بالدنيا بتبقى عايزة توصل انها تأخذ من كدف البطل او تأخذ منها وده الطبيعي انا عمري ما حابه بطل بالمنافسة يعني اتفضل طيب الحالة اللي احنا فيها دي كلها انعكاسات البداية القوية والفز بمبارات السوبر كابتن شريف يعني حالة السقل عند الجمهور وحالة السقل عند الفريق والحالة الطمأنينة ده نتيجة الفز ببطولة في بداية الموسم على الزمالك في السوبر ولا حالة فنية قبل قبل كمان قبل السوبر بتاخد دوري من أجمل الدوريات اللي غدا في حياتك وبتاخده بفارق حوالي 8 نقاط وبتفوز على الخصم في نهاية الدوري فمقفل الحكاية وعندك مشاكل جمع في هذا الموسم وانتقالات وعصابات واحنا كلما نيجي نقول المستشفى النادي الأقلي النهاردة في التشكيل وتلاقي بتاع 6-7 لعيبة مش موجودة في الملعب ولعيبة مصابة بتلعب فتركيزك كنا كده تاخد بطولة وبس الرعب في الأندية اللي حواليك لأنك انت مش هتخسر حافظ انت بس على تقدمك أو حافظ على الكمبونت اللي عندك لأنك لو ويك أنا مش ه والآخر لحظة حتى بلك تخلص الدوري بهذا الفرق من النقاط فدي حالة حالة سنهية بصراحة يعني من أجمل الدوريات اللي أنا شفتها للنادي الأهلي في حياتي أنا يمكن عاما كنا بنلعب كنا دايما باتنين بونت بتلاتة بونت أنا نيجي عمرات الزمالي كلها ليه الدروني يكفينا بالضبط كده أو المكسب بيبقى هو حلص المصابة خلصة الحكاية لما كان موجود حسان بدري خدنا دوري قبلها بخمسة سابعة أو أربعة سابعة وما أعطتهم آخر دوري كان موجود فشوف تكيف الشكل الفني والإداري بقى هنا يعني بتبقى حكاية ما تغيرتش وربنا كرمك كمان بمدرب لما جي من أحسن مدربين فكانوا بيسألوني هل فير سيكرر مع فعله ما نلجزي قلت لهم آه هيكرر بس انت عندك فارق في التعامل من السنة الجاية يعني هتلاقي عوامل سنية دخلة بقى في مرحلة تانية وفي تحضير تانية خالص للشكل التكملة بس أنا نفسي ما نعملش المقارنة دي خالص يعني أنا نفسي أتمنى من المرحلة من التوقيت ده من المرحلة دي نسيب كل مرحلة لوحدها وما نتقارنهاش بمرحلة صفقة بس انت هم اللي خلونا نفكر كده نفكر بشكل احترافي دلوقتي والنادي الآلي مش معندوش عواطف لعندو كل حاجة إنما خلاص بقى ده رايح في حتة تانية خالص بشتغل معي ريال مدريد طلبة إن هي تلعب معاك وانت خلاص بقيت بتأسس حاجة تانية عايشين عليها طول العمر بتحافظ عليها انت بتحافظ دلوقتي على الكنان نفسه في الأداء وحنا بنتكلمش على النادي الآلي بتاعنا غير في الكورة على فكرة تشوفنا بنتكلم في حاجة تانية حنا بنتكلم في الكورة بنتكلم في أي بطولة بنخشها إذا كان كورة تقدم في كرة يد في طائرة في أي لعبة اللي احنا مركزين فيها بنكلف الرياضة هنمكنش في حاجة تانية إحنا نازل عايشين على اسمنا اسم ده اللي الدنيا كلها تتمنى إنها تبقى موجودة معها وموجودة فيه ف إحنا سعداء باللي احنا بنعمله فالتركيز ده وحياتنا اللي احنا بنعمله والشغل الشغل اللي احنا شغلين عليه ده من حقنا طبعا من حق إيه من حق أن أنا أفتخر بالفنان الحمر الحق أن أنا أفتخر بالنازل لعله وإنجازاته برموزه بكل شي الكلام ده على فكرة احنا بنقوله كل يوم اللي ده الحقيقة احنا مش بن مش بنجيب من كتب أو بنجيب من حاجة احنا مشوفناش احنا الحاجة بنشوفها بنتعلم منها كل يوم حتى اللي بيبقى فينا عصبية ولا حاجة ما افشي بيهدى وراح مع السكة الصحة وراح مع الدنيا الصحة أنا نبس الفترة الجاية بجد يعني بقى إيه عشان الأتموسفير والحالة تتغير شوية إن الجمهور بقى يبدأ يشوف ويسمع في كتفيه الزيارة الفترة الأخيرة كتفيه أوروبا اللي وفد النادي الأهل المهندس خالد مرتاجي والمهندس محمد سراج مباراة مع رئي المدريد احتمال توقامة أو اتفاقية أو مباراة ودية مع اليوفي مع أتلتكو الملف ده أتلتكو تعرف عليك هنا لما جاءوا شاف الدنيا الملف ده أنا نفس الفترة الجاية إن شاء الله لما بنا وفقنا وناخد بطولة أفريقيا السنة دي هذه مهمة بالنسبة لي أول يعني ممكن أنا كان لها تصرف الواحدي كده لما راحت منها البطولة السنة الفتت وإمكن زي ما أنت بتقول إحنا عندنا رؤية وإحنا أيدنا مش جوة يعني بعيدة شوية إنك أنت توصل للهائي أفريقيا ده شيء مستهل وإنك توصل بالحصال لك السنة الفتت وعلى صعيد أربع خمس بطولات كنت بتشترك فيها ومعندكش كل اللعيبة اللي كانت موجودة تموفرة بهذا الشكل أو الحالة الشفائية اللي موجودة يعني توصل فاينل صعب علي أول فاينل صعب علي أول مجهود الكبير إداريا وفنيا ولعيبة وكل حاجة وصلوا لهذا اليوم صعب علي أول كنت بتفوق ثلاثة واحد هنا وبتخسر بطولة صعب علي جات لي حالة كده وانا عاد في قناة الأهلي ف دايما لما بيحصل لنا الحاجات دي بيعمل إيه بيقول عايزين ريفنج ومرة خسرنا ومرة ما وصلناش للفاينل كويس ودايما بيبقى فعل فعل على فكرة فمنعدي في ظروف أقوى من نهايات السابقة قد فيها أحداث غريبة أقوى مننا بجد يعني وحاجة مش في الكورة يعني اللي بيحصل فينا ده مش في الكورة فا دايما بيجي لك وقت بقى بتقول إيه ده إنت لو نهاردة قدرت بإذن الله تتوافق وتأخذ البطولة دي وبعدها تلعب بطولة العالم خلالت بقى إنت الفرح في أوروبا بيحطوا حاجات في العربيات كده خلت بالك ويقول لك ده ويدنج وإنت بقى إيه الحاجات دي بقى اللي هتفضل تعمل لك صوت وراء تا 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 وإنت ماشاء الله خلال غير دلوتي بنعرض بنتفرج على حفرت الأهلة ما كانت خارجة من مطار القاهرة ولفت أرجاء مصر بعد العودة من اليمن 2006 بالبرونزية شفت ده أنا عايز بقى الفضية لوصلت الفضية حتى يبقى الفاينل يمكن تضرب معك وتاخد الفاينل هو الأهل ده من بيفكر واللعيب اللي معك دي والمدرب ده ده بتاع بطولات كبيرة إن شاء الله بإذن الله يعني بإذن الله يعني ما عشكرا مش عايز أقارن كل مدرب بمرحلة مدرب أخر يعني نفسي نفسي ماشي يا محمد في المستوى كويس بتاع اسم النادي اللي هو كفاءة يعني إحنا بتقع بشكل معين إحنا بنقلش إنت مجيش تقع بي وتنزع شكرا فيه مدربين بيتغيروا مش عارف مش عارف على نفس المستوى أو مش قادر يكون مش عارف يعرف هو فيه بالضبط يعني يحس بتابن لعيبة ماشيين وثلاث لعيبة شفت فالر بيعمل بيدور الدنيا في ثانية هو يعف ما وحطه في الأرض ويعمل زي الراجل اللي جابه بتاع منتخب مصر من عند الاختيارات هو بيختار المجموعة بتاعت منتخب مصر كل مصر قالت إحنا بر بر البطولة بر البطولة وأنا أول واحد أنا قلت فيه عندنا أربعة فرق في العالم الشكل اللي جاي بالجزائر ده شكل يخد دي ناس مركزة تماما ومركزة مع الشيء وأنا في الأدية عشان أشوفها أقول ليك يتغلبت لازم أشوفها بعيني فالسنغال كمان لما جات لك كنت تحس دايما إن فيه عددات وفيه شكل إحنا يعني روحا يعني زين مصر تاخد البطولة لما إحنا ما بتعدش العدة لكذا تاخد البطولة فالناس مزعلتش بل تحمسوا جدا لنجاح البطولة تمام طيب إيه أبرز التحديات اللي ممكن تواجه الأهل الفترة اللي جاي البداية الأفريقية البداية مهتم بفكرة البداية كابتن شريف طبعا بداية أنا كنت معاك ثلاث نقاط مش نقطة يعني بس مقبولة حتى لو في نقطة في تونس مقبولة ده في زمان آه أنت تفكيرك لا لازم تروح تكسب خلاص أنا زمان كنت أقبل المستوى اللي أنا فيه ده لازم أستثمره في الشكل اللعيبة دي لازم تكمل لقد ده أنا بلعب بره ضد فريزة النجم السحيلي ده ما أنت كسبان الفرية دي ستة قبل كده ستة لأنك ركزت في كل فرصة بتجيلك في كل حام فلا إحنا رايحين على شكل تاني ده أنا بلين مصحابي وبتاعه ونحاول نعمل رحلة وراحين عشان روح نتفرج إيه لي خليني أعمل كده عندي ثقة راح تفرجع فرقتي طمناني بس يعني أنا متطمن أن أنا هروح تفرج عفيت عايز أفرح هناك عايز أمبسط بتونس وكان من ده وشعب تونس سوعد معاهم ونغير جاوي يومين لأجواء هناك جميلة لأجواء جاوي ممكن تبقى مكتوبة لك مثلا وتروح مع الفرقة أو حاجة تبقى الجاوي يومين وتشوف الدنيا شكلاء وتكسب كمان هتبقى حاجة لطيفة أنا سابق ليا حضرت في مباراة في سوسة الأجواء كانت غير طبعية لأ سوسة دي حاجة أجواء كانت غير طبعية المباراة أنا حاس لكت في أوروبا في صراحة المباراة بحضور جماهيري بالشكل سوسة جميلة جمان يعني على محر حتى ساعة تحرك بتعادل إيجابي كانت واحد وحد أنا كان ليا حظة في سوسة دي والكايروان كسبة كايروان في كايروان تلاتة سببت الكايروان كان هو بطل الدوري فالشكل والتركيز إنك أنت بتطمع دلوقتي تواكب بقى الحالة اللي أنت فيها فأنا حابب الحكاية بس يعني شايف الانطلاقة مهمة جدا من مباراة النجم وشايف ده ضربك البداية تقلني على الدوري بقولك ده نافذة على العالم نحن بقى نافذة على أفريقيا الدوري بالنسبة لي هو اللي بيأهل اللعيبة دي كلها إنها تروح مع النجم الساحلي فما تلعب سموحها أو تلعب الزمالك تلعب إنتاج الحربي ده نافذة على النجم الساحلي النجم حصل فيه تهيرات على فكرة الفترة الأخيرة غير الجهاز الفني غير المزير الرياضي حصل فيه تهيرات إدارية وفنية كمان كويس إن كل فرقة كمان بيحصل فيها أي حاجة عايزة تستثم الرسول اللي هم فيه بطولة يعني مفروض الأهل والنجم يحصل إيه هم اللي يمشوا ويقابلوا بعد فاينل طبية هم اللي يكملوا يقابلوا بعد فاينل وده اللي بيحصل الاتنين اللي ما بيبقى معك فرقة في مجموعتك ده أنسب حد بيبقى قوي جدا أنسب حد تلاقيه هو حيمشي في ناحية وانت هتمشي في طرف تاني مش هتقابلوا تاني هتقابلوا في فاينل بس اللي حين الأدوري نهاية اللي حين الأدوري نهاية المباراة نهاية المباراة نهاية فدي بتبقى حاجات كويسة عندك ودايد وعندك مازال ترجي وترجي أنا بنسبالي فرقة الأفريقية إنها تاخد البطولة بتبقى حالات استثنائية استثنائية بالنسبة للشمال أفريقيا وده البطولة أنا أكسها حتى فاخر عشر سنين بين أن أكسها المباراة النهاية والمربعة الزابة دائما الغلبة للفرق الشمال أفريقيا هم بيمتلكوا في أفريقيا السرعة بيمتلكوا الأداء القوي إنما الفنيات العالية بتبقى اللعيبة كلها اللي عندهم اللي ملكوها دي محترفة برا مش داي بطولة أفريقيا مثلا أو بطولة كس العالم أو بطولات أي حيطة لا إنما بطولة أفريقيا الأندية مش هتملك الرصيد المالي يعني اللي هو بيبقى تلاقي كل في مازينبي مثلا فيها أربعة خمسة محترفين أكوية جدا إنما أنت بحالك أنت وبحال شمال أفريقيا أنت كل اللعيبة اللي موجودة اللعيبة محترفة يعني لو شيلت أي لعيب في مصر بيلعب يقدر يحترف برا سهل جدا يعني مصر عندها إمكانات لعيبة ممكن تسطرها للدورات الأوروبية ده فكر طبعا أنت أنا اللعب المصري لو بيصحى الصبح 8 الصبح يفتر وبعدين يتمرن ياخد رست ويروح يتغدى بدري الساعة واحدة وبعدين عشان يريح تاني ويروح يتمرن التمرين التاني الساعة أربعة وقدين يلعب المطشف أجواء ملاعب هتلاقي حاجة ثانية خالص يعني كنت لعيبة موهوب أصلا بينزل لعيبة موهوبة كلها فيش لعيبة مصري مش موهوب بس فيه بتفري اللعب من مصري مع واحد عن وعد إيه ده لعيب جريء وبيضر يضي إمكانياته في الملعب والتاني بيبقى على الأد النيني يعني قدت واحدة هنا جدا واحدة يستلم ده كان طريق حمد بيطور نفس ده لحدي بقى 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 لك الحت اللي أنا ويف ده مش مكفيان مش أنا عندي ويطلع ويطلع روح شايد جايب جول مثلا فيه لعيبة تقدر تعمل أب جريت لنفسها طب إنه صحيح إنه صحيح لتوجيه اللعب الأهلي يعني فترة الاربعين يوم ده على خمس وراتين يوم كنجم كبير وكلاعب دولي وعندك خبرات الفترة دي ممكن توجه فهنا وصيح معين اللعب للعب للأهلي تقولهم إيه لو على رأسه متاج أنا عايز بطولة أفريقيا السنة دي بأي شكل هو هيميش نفسه هيعرف يمشي زي يعني هيعرف يحافظ على نفسه من الإصابات يحافظ على نفسه من كل شيء يبعده عن أنه يبقى موجود يعني عارف السكة إيه وعارف الطريقة إيه وعارف طريقة النجاح إيه يعني هم عارفين يعني كل واحد فينا عارف لو نام بدري قبل الماضي بتاعة أربعة أيام ومزك نفسه والدنيا ماشي ويتمرن كويس قوي خلاص ووصل للملعب رجل سليم طيب ربنا مديني موهبة ومديني إمكانياته ومديني سرعاته شحاز ده نقع على رمضان هو ده رمضان صبح اللي احنا كلنا لسه الموسم طويل كابتن شريف لسه الموسم طويل آه لا يعني الرجل بيعمل عرضيات سبرينتات هو عارف خلاص نخلي الكلام ده فاخر الموسم طويل مش قصد أنا بكلامش لا بوريك اللعيب عمل ايه في نفسه شوفت علي معلول عمل ازاي تمام الحمد لله شوفت حسين الشحاد شوفت احمد فتح رجع من ان من زيادة في الوزن وبتاعه وبيروح يجيب جواله وبعمل عرضيات ووقف على حلو مش شايف حد قدامه وانا احمل فتح بتاع المنتخب وانا احمد فتح اللي كنت بوقف احسن وانجاته بتاع غانا وبتاع دوفور شوفت العيب عمل ازاي هو ده السؤال اللي انت بتقلوني اللي عيب يعمل ايه هو عارف السك اه اللي عيب من جوه عارف وعارف دنيا تعم فيها لان خلاص ما شاء الله ادالهم جاب لهم فيلر وجهز المعاون راجل عادل ما بيشوفش غير اول ما جيه لعيب احمد فتحي ما عيبش محمد هاني لا واحد بيأكل النجيلة وبي من اول لمسة في مباراة دي واخد بالك احنا كلنا انت بتعرف تتفرج اللي عيب ده بيعمل لنفسه اوب جريت ولا اللي عيب ده هيبقى موجود ولا مش هيبقى موجود فمش هتحس ان في حد ظلمه فبقت المساواة في العدل خدت بالك بيزموها ايه اذا المساواة في العدل ظلم بالضبط يعني فهمتني فمش عارف ما يديكش حقك لا حيديك حقك لان مهما اللي قدامك ماشي كويس اه بس المستوى الاول راجع وراجع بكوة طيب كابتن شريف انا بشكرك ولو كلمة اخيرا تحب تختم بقى حوارك او لو تحب تعالى عن المرحلة الجاي بالنسبة للكرة المصرية والدوري ان شاء الله بعد انتظامه بعد نهاية بطولة افراج تحت 12 سنة خلينا دايما نركز بالنسبة للمستويات بالنسبة لل بطولات لمصر نسمح للمدربين الفرصة واللعيبة لان هما لعبتنا برضو اللي احنا بتفرج عليهم في الدوري هما اللي بتفرج عليهم في المنتخبات بالزبط قليلا ديهم المساحة ان هما يقدروا يحققه بإذن الله للمشوار ويطلعوا من اول تلاتة يروحوا اليابان بإذن الله بإذن الله بالنسبة لل الدوري الدوري بإذن الله يا اهلي ال42 بإذن الله انما بالنسبة لنا عبقى جمهور فجأة كده وانا قاعد معك مني جدعو انا كنت بالعب كور عبقل كده افريكا يا اهلي افريكا افريكا ان شاء الله نورتني وشرفتني كابتن شريف وكل التوفير ليك وبسعد دايما لو يكون موجود معك وانا دايما بقى معك ان شاء الله مرسي اوه الله يخليك كابتن شريف شكرا جزيلا حلقة كانت مهمة جدا وفقرة كانت مهمة جدا مع الكابتن شريف عبد المنعم ونحن بنلقى الدوء على الأحداث الأخيرة والقرارات الأخيرة اللي صدقت بخصوص الدور العام في الفترة القادمة ونعيشنا قدر الإمكان ازاي المرحلة دي ازاي يستفيد بها نادي الأهل عشان ينطلق للأمام ان بعد نهاية التوقف الدولي الأهل يمقبل على أجندة ورزنامة صعبة جدا صعبة مش في المستوى الفاني اللي هيلعبه لا صعبة في الموعيد والارتباطات وضيق الوقت ما بين المباريات في المرحلة اللي جاية قبل مخروج الى فاصل عايز اأكد على فيه تقرير مهم جدا استكمال اللي احنا كنا عرضناه في فقرة الانترو ان النادي الأهل كان اقام حفل غناء احتفالا بانتصارات اكتوبر هذا الحفل بالتأكيد كان فيه فريق القرال في النادي الأهل يشارك في هذا الحفل وفيه فقرات تفنية عرضت من خلال هذا الحفل نخرج لهذا التقرير نشوف تفاصيل اخرى من خلال هذا اليفنت وخلال هذا الموضوع وبعد الفصل استضيف دكتور ياسر عبدالعظيم عميد دا كلية التربية الرياضية جمعة الزأزيق السابق طبع يتكلم معنا عن فكرة النواحي التنظيمية والنواحي الإدارية والنواحي الفنية المتعلقة بالدور الممتاز وكمان الشغل الأكاديمي اللي موجود في الجامعات والكليات مدى تأثيره على كرة القدم والرياضة بشكل عام نخرج لهذا التقرير ثم نصديف دكتور ياسر عبدالعظيم بعد هذا التقرير